بيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشريطاء الرجيم ومن يسلم وجنه من الله ورسلهم قبل استنسك بالحرمة المفقى وإلى الله عابد في النار ومن كفر فلا يحسنك دفر إلينا أرجع فننذبهم لما عملوا إن الله عليهم بلال الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عناق القبيل وليس نجعل من فرم السبابات ومن صوادهم والصدور ومن صوادهم والصدور قل فقد لله بل لذكهم لا يعلمون لله ما بالسماوات والمر إن الله هو الولي الحميد بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشرك المجادل في الله بغير علم أردف ذلك ذكر حال المستسلم المفوض أموره إلى الله تبارك وتعالى المخلص في عبادته لله المحسن في أقواله المتقن في عباداته المخلص في عبادته لله المحسن في أقواله وبيان عاقبته ومآله ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من المشركين من العناد والكفران وبين له أنه قد بلغ رسالات ربه وتلك وظيفة الرسل وعلى الله الحساب والجزاء فهو يجازيهم بما يستحقون من العذاب الغريض في جهنم وبئس المصير وبعد أن أقام جل وعلا الأدلة على وحدانيته تعالى بخلق السماوات والأرض وبإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة أتبع ذلك ببيان أن المشركين معترفون بذلك غير جاحدين له بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون من الذي له الحمد والشكر فلذلك أشركوا معه غيره فيعبدون من لا يستحق العبادة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء وهو المستحق للعبادة وحده الغني عن خلقه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يخلص عبادته لله وقصده وقصده إلى ربه تعالى وهو محسن أي محسن في أقواله ومتقن لأعماله فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته وإلى الله تصير كل الأمور فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته ومن يسلم وجهه إلى الله يؤخذ من هذه الآية الإخلاص في العمل الإخلاص في العمل قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أرأيت الرجل أرأيت الرجل غزى يلتمس الأجر والذكر يعني مدح الناس وما له يعني هل له أجر فقال لا شيء له لا شيء له يعني ما حصل على الأجر ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه صحاه الإمام الألباني رحمه الله قوله وهو محسن بأن كان عمله مشروعا اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبله الله لا يقبله الله لماذا لأن العبادة العبادة للعبادة شرطان لأن العبادة شرطان الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة أن تكون مخلصا في عملك تبتغي بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا تنتظر ولا تنتظر من الناس مدحا ولا ثلان وأن يكون عملك الشرط الثاني موافقا للسنة موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصلي مثل ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي بأشياء جديدة تبتدع من عندك أو تأتي بأذكار محدثة مثلا بعضهم يقول من قال ذكر كذا ألف مرة فله كذا يعني يأتي أشياء مبتدعة لأن الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وليس هناك بدعة حسنة بعضهم يقول بدعة حسنة لا كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة فلابد للعبادة إذن كم شرط الإخلاص شرطا والمتابعة تكون مخلص في عملك تعمل هذا العمل لوجه الله عز وجل وعملك يكون موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي بالبدع قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما ألا تعبد إلا الله ما تعبد إلا من إلا الله جل جلاله ثانيا أن تعبده ألا تعبده إلا بما شرع ما تأتي من عندك تأتي أشياء جديدة محدثة ألا تعبده إلا بما شرع لا تعبده بعبادة مبتدعة محدثة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال الفضيل رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه من أخلص في العبادة لله عز وجل وأحسن في العمل فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله جل وعلا وجنته وقال ابن عباس العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلى الله المصير إلى الله وحده تصير كل الأمور فيجاز المحسن على أحسانه والمسيء على إساءته والمسيء على إساءته ومن يسلم وجهه إلى الله أيها الإخوة بارك الله فيكم ليس الإسلام كلمة قال باللسان فحسب ولكنه اعتقاد وقول وعمل وإذا صدق المسلم في إسلامه وتوجهه إلى الله أسلمت جوارحه وأذعنت وانقادت ورق قلبه وانشرح صدره صدره فجملت أخلاقه وحسن تعامله وصلح عيشه واستقامت حياته وأحب الناس وأحبوه وأعطاهم وأعطوه واستفاد منهم واستفادوا منه قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فمن سلم الناس من شره فهنيئا له فهو بشهادة شهادة الصادق فهو بشهادة الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سؤل من أفضل الناس عند الله منزلة كما في الصحيحين قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يسب ولا يضرب ولا يشتم ولا يغتاب لا يضر أحد لا بلسانه ولا بيده هذا أفضل المسلمين يا إخواني ليس إسلام المرء قولا ولا ادعاء ولا تظاهرا ولكن خشوع وخضوع لله تعالى وإخبات وتواضع بكل الجوارح فلا بد لمن صدق في إسلامه أن تنقاد جميع جوارحه لله رب العالمين فيصدق إذا نطق ويغض الطرف إذا نظر ما ينظر إلى النساء يغض الطرف ويكظم الغيظ إذا غضب الإنسان يغضب بشر بس المؤمن يجاهد نفسه يكظم الغيظ يقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدأ كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أعلم كلمة عندما رأى الرجل الذي غضب قال أني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد يعني من الغضب فإذا غضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ من الشيطان فإذا تعوذ من الشيطان يذهب الغضب وكذلك يستقيم على الطريق القويم وتصرح حاله سرا وجهرا وباطنا وظاهرا في قوله وفعله وتعامله داخل مسجده وفي مجتمعه وفي بيته ومع من حوله ومع من أحب وأبغض شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا ارجعوا إلى التفسير جميع الناس وقولوا للناس حسنا حتى الكافر مسلم كافر كلا تقول له حسنا جاء في تفسير هذه الآية وقولوا للناس حسنا تقول للناس حسنا للمسلم للكافر لكل الناس هذا قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا الصحابي قال إن قومي إن قومي أهل كفر وربا وزنا وكذا أدعو الله عليهم قال الله يهلكهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا قال الله أهدي دوسا وأتي بهم دعا لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرأفة شديد الرحمة ينظر إلى الناس نظرة رحمة وشفقة فبسبب أخلاقه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس دخلوا الإسلام عندما رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وكذلك المؤمن الصادق يحاسب نفسه ويصدق الله يكون صادق مع الله مع الناس في كل أحواله يكون صادقا لا يتعامل إلا بالصدق يعني قلبه نظيف ما يتعامل إلا بالصدق يتعامل بالصدق مع الناس حتى ولو الناس كذبوا عليه كذا هو يتعامل بالصدق يتعامل كأنه يتعامل مع الله عز وجل ذاكرا الموت وسكرته دائما الإنسان يتذكر الموت يعني يكثر من ذكر هادم اللذات ويكثر من ذكر الموت ويزور القبور حتى يتذكر الآخرة أخواني بارك الله فيكم إن العبد إذا أسلم وجهه لله وانقاد له واستسلم صار سمعه وبصره لله وأسلمت يده ورجله لله وكان لله أخذه وعطاؤه فإن نظر نظر فيما أحل الله وإن استمع فإلى ما يرضي الله وإن مشى فلله وإن أحب فلله وإن أبغض فلله وإذا كان المرء كذلك ووصل إلى هذه المنزلة إلى المنزلة العالية الرفيعة أحبه الله ومن أحبه الله فطوبى له فهو الموفق فيما يأتي وفيما يذر وهو المسدد في القول والعمل وهو المجاب دعاءه إذا دع الله الله يستجيب دعاءه إذا دع الله يستجيب الله دعاءه المسموع صوته المقبول سؤله المحفوظ من كل ما يضره ويسوءه وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترط عليه وما يزال يتقرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه رواه البخاري الله أكبر هكذا المؤمن إذا سأل الله عز وجل الله يعطيه ما يرده وإذا استعاذ من الشيء يحفظه من كل سوء أخواني بارك الله فيكم يقول الله عز وجل ومن كفره نمتعهم ومصيرهم ونخبرهم بأعمالهم وسيئاتهم التي عملوها في الدنيا ثم نجازيهم عليها إن الله عليم بما تكن صدورهم وما تخفي صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن الله يقولون الخالق هو الله والرازق هو الله فإذا قالوا ذلك فقل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم ولكن معظمهم لا يعلمون لا يعلمون حقيقة هذا الأمر لجهلهم ولضلالهم أيها الإخوة المشركون الكفار مشركون مقرون بأن الله هو الرازق وهو الخالق ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام ليست الخصومة في توحيد الربوبية توحيد الربوبية يعني الله الخالق والرازق هذا هو التوحيد الربوبية ليست الخصومة في توحيد الربوبية لأن الكفار المشركون كانوا يقولون أن الله هو الرازق وهو الخالق وهذا لم يدخلهم في الإسلام وكانت الخصومة بين الرسل الأنبياء والرسل وبين أقوامهم كانت الخصومة والخلاف في توحيد الألوهية توحيد الألوهية يعني هم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشي عجاب كيف أعجب يقولون أمر عجيب هذا عندنا عدة آلهة كيف أنت تقول إله واحد إنما إلهكم إله واحد فكانت الخصومة في توحيد العبادة هم يقولون الله هو الخالق والرازق ولكن يعبدون غير الله منهم من يعبد الأشجار منهم من يعبد الأشجار وكان بعضهم يعبد النخيل أشجار نخيل وغير ذلك ومنهم من يعبد الأحجار يعبد الأحجار من دون الله عز وجل فالخصومة هي توحيد الألوهية الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة فإذلك إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم فقال لهم أفن لكم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يعني أنتم مجانين أفلا تعقلون يعني مجانين لأن أنت كيف تعبد حجر أو صنم ما يستطيع يدافع عن نفسه كيف يدافع عنك هذا بالعقل أفلا تعقلون يوم كسر الأصنام قال أتنحتون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال كيف أنتم تعبدون أشياء أنتم نحتموها هذا ما يدخل في العقل 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 ما يقبله إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام ما استطاع هل الأصنام استطاعت أن تدافع عن نفسها لا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين لأنها خاطبهم خاطب الأصنام ما لكم ما تأكلون أنتم ما لكم لا تنطقون ما في فالحمد لله على نعمة الإسلام من أعظم النعم نعمة الإسلام فأحمدوا الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لله لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله سبحانه كل ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا وإيجادا وتقديرا فلا يستحق العباد أحد غيره إن الله هو الغني عن خلقه له الحمد والثناء على كل حال نختم هذا المجلس بالفوائد فوائد الآيات أولا الفائدة العظيمة هي في الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة الإخلاص ومن يسلم وجهه وجهه إلى الله والمتابعة من قوله وهو محسن ثانيا أنه ينبغي لمن أسلم وجهه لله تعالى وهو محسن أن يصبر لأن العاقبة له فلا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى ثالثا أن فيها دليلا على أن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بربوبية الله تعالى لقوله تعالى ليقولن الله ولكن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به فقط بل لا بد أن يضاف إليه توحيد الألوهية وكذلك الأسماء والصفات وبهذا القدر نكتفي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته